اهلا بحضراتكم في تغطية فنية جديدة من تلفزيون اليوم السابع هنعرف من خلال اهم الاخبار والاحداث والترندات الفنية واول خوار معنا النهاردة هو عن اقتراب اسرة مسلسل جعفر العمدة من انتهاء التصوير تمهيدا اللي عرضه طبعا في الموسم الرمضاني اللي جاي والمفروض ينتهي المخرج محمد سني من التصوير تحديدا يوم 15 مل سجاري عشان يتفرق بقى المونتاج ومكساش بقى الحلقات مسلسل جعفر العمدة هيتعرض بشكل حصري على قناة دي ام سي المسلسل من تأليف افراج محمد سني شارك في السيناريو والحوار مهاب طول ومن امتاج شركة ميديا هاب سعدي جوهر طبعا مع شركة المتحدة لخدمات الاعلام وبطولة محمد رمضان زينا هلصدقي ايمان العاصي مايف السابع سامس سقا وعدد تاني من الفنانين وهدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي شعري اما تاني خبر فهو على انتهاء بقى النجمان ياسر جلال ومي عمر من تصوير تقريبا 70% من مسلسل علاقة مشروعة اللي هيتعرض برضه خلال السباق الرمضاني اللي جايه وهيكون من اخراج المخرج خالد نراي والكلام ده وفقا لمصدر مقرب من القائمين على العمل ومن المقرر بقى ان يكسب مخرج العمل التصوير خلال فترة جاية عشان ينتهي من تصوير المسلسل في اقرب فرصة المسلسل هيتعرض على مسلسل نجم ياسر جلال هيتعرض على قناتها الحياة ودي ام سي بالاضافة طبعا لمنصف وشت الالكترونية كمان المسلسل هيتكون من 15 علم مارح بقى حلت النجمة البشرة ديفة على تلفزيون اليوم السابع مع الزميل علي كاشوتي رئيس قسم الفن خلال حقل افتتاح مهرجان اسوان لأفلام المرأة وقالت بشرة في القاءة مع علي كاشوتي نبيل عبيد ايقونة للسينما وايقونة للمرأة العربية والمصرية وليها فضل كبير في تقديمي من خلال مسلسل العم نوره وتشجيعي والإمام بي وسعيدة لنها ليها لقيت في اني انجة لان لما الستة تبقى قوية بيقوي ستة تانية زيها ولازم ابقى موجودة يوم تكريمها طبع واعلنت وزارة الثقافة في تتاح الدورة السبع من مهرجان اسوان الدولي لأفلام المرأة اللي هيقوم في الفترة من 5 حتى 10 مارس الجاري وتم تكريم أنسي الفنانة نبيلة عبيد مكمن الإعلامية الكبيرة دورية شرف الدين والنجمة الإسبانية كوكا اسكبيانو والمخرجة الهولندية ميكا دي يونغ والمخرجة التونسية الكبيرة سلمة بكار نروح بقى للأخبار العالمية خاصة بعد ما أعلن النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان إصابته أثناء تصوير فيلمه الجديد وهو دلوقتي بيتعافى في منزله وده بعد ما نشر الفنان صاحب التمانين عام على مدونته ما يوضح تعرضه لإصابة في دلعه أثناء تصوير فيلم السعال العلمي الجديد توجك كي في مدينة حيدر قبل وينتج الفيلم بقى باللغتين الهندية والتيلوجوية ومن المقرر عرضه خلال عام عشرين أربعة وعشرين اللي جاي وحسب ما نشره بقى موقع NDPV كتب باتشان إن أصيب بكسر في غطروف دلعه بالإضافة لتمزق عضلي مضيفا إن الإصابة كانت مؤلمة جدا وإن استشار طبيب قبل أن يعود لمنزله في مومبي ونصحه الطبيب بالراحة التم وقال بقى الممثل للمعجمين اللي بتجمعوا غالبا كل يوم قدام منزله في مومبي لن أتمكن من مقابلاتكم هزا المسائل زلاثة كل شيء على ما يرى ومؤكد أميتاب باتشان إن تصوير الفيلم توقف إلى أن يعود لصحته من جديد دي بقى كانت تخطيتنا النهار ده عشان تعرفوا أخبار أكتر تابعوا موقع ومنصات اليوم السابع شكرا على المتابعة